السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جميعين. بإذن الله في الفيديو ده هنتكلم عن اه اه بان شاء الله تبقى بروبلم بسيطة مفهاش اي مشكلة البروبلم هي من باقي بروبلمز اللي بحال لها مع بعض في سيريز بتاعتنا اللي هي اتمنى بإذن الله تعالى تبقى سيريز مفيدة والناس يستفد منها. وبرده احب اذكر تاني ان الفيديو لا يتخطى لست دقائق فان شاء الله وبرده دلوقتي البروبلمز بتاعتنا ماشية تدريجيا فان شاء الله اي ما يبقاش في حاجة صعبه. تعالى نشوف المسألة بتاعتنا بتقول ايه هنا بيقل اسألني بيقل لي بيقل لي كوريز افرش بابليوشن اف اول سيتز ان سيتي ده الجدول بتاعنا والفيلد دي دي الكولومز اللي موجودة في الجدول والطيب ده ده تطيب اللي موجود وساد كل كولوم بيقل لي كاليفورنيا فكده انا معي وفي الافرش هنشوف دلوقتي هنتستخدم ايه هنتستخدم فيه جهزة هنستخدمها فانشن جهزة يعني هنستخدمها دلوقتي. اول حاجة هنعمل سيليكت بعد كده اسم الجدول اللي هو بيبليوشن. بيبليوشن. تأكد ان احنا انا بنكتبه ايه يا شباب بنكتبه نفس ايه الاسم اللي موجود عندنا هنا في البابليوشن. from اسم الجدول اللي هو سيتي. where الكنديشن بتاعك. الكنديشن بتاعنا بيقول ان الستيركت هتشوف برضو اسمها هنا في الفيلد في الكولوم اسم الكولوم نفسه. بتساوي كالفورنية دي تقدر تاخدها كوبية وبيستة من هنا. طيب ونحط السيم كولوم. دلوقتي انا جبت بتاع الستيركت اللي هو اه اللي بتساوي كالفورنية بس هو عايز الافرش. فالافرش فيه او اسمها ونديها اسم الكولوم. دي بتحسبلي الافرش على طول الشباب. فتعالنا راني كده ونشوف النتيجة. طيب هو دلوقتي الحمد لله ايه اه عادة من اه من تستي كيس واحد. بس انا ازاي ما قلنا او تستي كيس اه زيرو. ازاي ما قلنا عشان نتاكن الحال بتاعنا صحي لازم ايه نعمل سمت كود والحل بتاعنا يعدي كل تستي كيس واكتب لي ايه كمبيلر مسيج ساكسس. كده الحل بتاعنا الحمد لله ايه اه عادة والمسالة بتاعتنا حلناها بطريقة اه صحيحة اتمنى بإذن الله تعالى يبقى فيديو وحضر لك استفدت منه. لا تنسونا مصالح الدعاء والدعاء لصالح اقوانا في غزة ربنا يعانهم ويفكر الشدة اللي عندهم بإذن الله تعالى وانصرنا على بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر